اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقد حسر ونوفي وأتغل وقتل ائمتنا عليهم صلبات الله ومباليهم رحمهم الله مذلوما مقسوبا ومرفوضا لكن استمرت مسيرتهم المتناسقة الى الامام نحو الان ونحن الان في عسر الغيبة الكبرى ننتظر التلعة الرشيدة والغرة الحميدة مولانا صاحب الزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وإنا نشكو الى الله فقد نبينا وغيبة بلينا وقلة عددنا وكثرة عددنا وتظاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا ولكن الغليل منا يعرف أن الانتظار ليس بالتمني فإنما بالعمل الجاد والعيداد الدعم والمستمر لأجل إخراج عباد الله من عبادة غيره إلى عبادته جلت أسماؤه إن الانتظار كلمة واسعة تتبمن كل بظائفنا في هذه البرحة الحفيرة فالانتظار يعني إحراز التكاليف الإلزامية التي تتبجه إلينا من غبل الشارع ومنها الإغرار بوجود القائم أجل الله تعالى فرجه الشريف وحياته وظهوره وعدم الشك فيه وقبول غيبته وتحمل طراقه وعدم الاعتراق إلى ساحته والسبر على البلايا والظلم والتمسك بآثار عمة الدين وأركان المؤمنين والرجو إلى رغاة أحاديفهم والتغلد من الفقهاء العادلين والإرشاد والاسترشاد وإغامة داعم الدين ورفع ألامه وترويج الشرع المبين ونشر قباعده وأحكامه بتنظيم أهل العلم والمعرفته وتكثيرهم وتوعيتهم حتى يصرفوا أوقاتهم في تحسيل العلوم الدينية ويبذلوا أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الرالين ونصح المؤمنين ومن أهم بظائفنا في هذه الأيام الخطيرة هو السمود بتحكيم العلاقة مع الإمام عليه السلام وبعدم الرجو بالبداء للمتدنية عنه وبالتفقه في الدين والسبر على النائبة وتقدير المعيشة وإداد الأيد الآملة والمتخصصة وإداد أنفسنا بالتهيئة وأسرتنا بالتدبير والتربية وأمتنا بالإدارة والسياسة الربانية لإبقاء الإسلام الأسير الذي لم يجد ولا يوجد إلا في القرآن العظيم والسنة الرسول الكريم والسيرة عئمة الحدات المحديين عليه وعليهم أفرل السلوات وأذكر تحيات ومن حاج السلف الشالحين بلى لنا رسالة نسأع إليها ونؤديها وغايتنا قطة مرسومة لا نحيد أنها هي المصاحمة بكل غبة وإخلاص في رفع المستبى الإيماني في أقطار العالم كلها وإننا نؤمن ببغاء الفعل الحسن والسعود لكلم القيب والرفع العمل السالح ولذلك نعدي هذا الواجب مطمئنين إلى فائدته باذلين كل جهد لإتقانه باذلين نسب عيوننا خدمة الأمة والبشرية بما ينتجه لهم من معرفة وإرشاد في هذه البراءة المسجات إلى عديدنا أجل الله تعالى فرجه الشريف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر